موازنة 2022 تدور خارج الأطر الزمنية والمثبتة دستورياً نص مسودة الموازنة المقترحة الحالية ما زال دون سياقات قانونية واضحة تقارر مصير تمرين موازنة البلاد للعام 2022 الأمر الذي يدفع إلى اقتراحات تقديم موازنة طوارئ شاملة تأتي ضمن سياقات وتوقيتات دستورية مثبتة واضمن وقت واحد فقط لسيما في ظل المعطيات السياسية الراهنة لكل أزمة حلول ومن حلول هذه الأزمة بمعنى تأخر أقرار الموازنة يجب أن يكون هناك حل والحل هو موازنة طوارئ لأنه نفسها عملية دراسة وتمرير موازنة الطوارئ تحتاج على أقل تقدير إلى شهر أو شهر ونص من أجل أقرارها قانونيون يعدون المواد الدستورية تتوفر على سياقات قانونية تسمح لمجلس النواب العراقي بإجراء تخويل للحكومة الحالية لتمرير الموازنة المقدمة بشكلها الحالي أو موازنة الطوارئ والتي تواجه من جانب ثاني تضمين احتياجات البلاد للعودة بالعمل ضمن سياقات الموازنات السنوية المعتادة والطبيعية مجددا البرلمان أن يعطي تخويل للحكومة حكومة تصريف الأمور اليومية حتى ترسل مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان ليتم تشريحها وأن يكون هذا التخويل مقتصرا فقط على تشريح قانون الموازنة يجوز للبرلمان ذلك وفق المادة خمسة وستة من الدستور كونه الشعب مصدر السلطات والبرلمان هو يمثل الشعب العراقي فهذا هو الحل الدستوري والقانوني موازنة طوارئ واستثنائية أم موازنة للعام الحالي يتم تمريرها بعد انعقاد جلسة اعتيادية لمجلس النواب العراقي ويرى خبراء أن السيناريو الثالث يتعلق بتمرير موازنة ومتأخرة بعد تشكيل الحكومة وضمن السياقات التقليدية المتبعة من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية